رغم أن كان فيه صعوبات كتير جداً السيزن اللي فات يعني السيزن بتاع السلسة ده يمكن يكون أصعب سيزن وجهه نادي الأهلي في العشرين سنة الأخيرة أكيد يعني لعيبة بتلعب مدرجات فاضية وانت عارف انت لعبت مع شوفت موضوع جمهور مختلف طبعا جمهور مختلف جمهور لما كان بيبقى مالي السنة بتهالي فيه جيل نهاردة بيشجع كورة خلينا نقول من 15 ل 20 سنة الجيل ده زمان في العشرة الأوانين كان لسه صغير يعني ما يعرفش عن إيم درجات ما يعرفش عن إيه أهلي وعرفش عن إيه جمهور الجيل ده ما شافش الأهلي وسط جمهيره طبعا يعني إيه جمهور الأهلي في المدرجات لا الموضوع كبير جداً موضوع الجمهور بيدي باور غير عادي للعيف في المباراة في بعض لعيبة عصرة الجمهور شناوي أيمان أشرف ساعد سمير في بعض لعيبة طبعا وليد سليمان النجم الكبير ومن أرجل اللعيبة للفترة الحالية والفترة اللي فاتت في النادي الأهلي بتمنى له طبعاً الشفاء وأنه هو إن شاء الله يكون متواجد مباراة القادمة إن شاء الله لا موضوع الجمهور موضوع مختلف خالص جمهور بيعلي لعيبة بشكل غير عادي خاصة جمهور نادي الأهلي إحساسك وإنت شايف وإنت داخل الملعب بيديك بور غير عادي أول مرة دخلت أول مرة لها كان مباراة أهلي وزمالك كانت أهلي وزمالك مع مستر مانويل وكسبنا فيها 2-0 كان الهدف الأول بأحمد فاتحي والهدف الثاني لأحمد متعب كان ساعتها جاء بركات في المعسكر وقال لي خلي بالك عشرين أنت تلعب بكرة فقالت له إذا أنا مماتش أهلي وزمالك ده كنت أتفرج عليه في تلفزيون فأن أنا كون موجود في الأسكور ده بنسبالي حاجة كبيرة فقال لي لا هو الخواجة دايماً بيحب ينزل وجوه جديدة في مباراة أهلي وزمالك والحمد لله فعلاً بركات هو اللي بلغك فلعبت الحمد لله المباراة وقدت بشكل كويس جداً ومستر مانويل شكر فيها جداً كنت أنا وإحمد فاتحي مستفقات اللي لسه جاية في يناير وكان بالنسبالي خضت الجمهور دي حاجة كبيرة جداً بس في نفس الوقت خدت باور غير عادي نزلت قدت تلعلي وبالنسبالي حاجة كنت أحلم بها أن أنا كون متواجد وسط 70 ألف متفرج موضوع مختلف خالص حتى لو اللعيب نازل بنص إمكانياته مجرد أنه بشوف جمهور الموضوع بيختلف مع 180 درجة تحسب طبعاً للعيبة أنهم يحرزوا السلسية لنادي الأهلي في عدم وجود جمهور بحاجة كبيرة جداً ومسلم طويل وتحسب لمجلس الإدارة والجهاز الفني واللعيبة المتواجدة كلها ومسلم طويل جداً على مدار 13-14 شهر بسبب موضوع كورونا وأنك ترجع بعد كورونا بالأداء دوت وبالشكل دوت وبتحرز بطولة أفريقيا اللي هي من أهم البطولات لجمهور النادي الأهلي بطولة محببة للعيبة طبعاً بشكل خاص فطبعاً بكني لهم كل الاحترام ومن خلال حركة ببرك لهم تاني مرة وأنا مبسوط جداً بصراحة بالاختيار لمسلماني في الفترة الصعبة دي نجاح من لجنة الكورو ولجنة تخطيط ومن مجلس الإدارة وكابتن خطيب أنك تختار مدير فني في وقت دايق زي دوت عنده خبرات في أفريقيا وتقدر تحقق البطولة ده موضوع يحسب للجهز الفني ومجلس الإدارة طبعاً